تصميم رائق ومختلف مع طلة الجالكسي S21 علينا السلام عليكم سامسونج هالسنة اتخذت مسار مميز بتصميم سلسلة الجالكسي S21 الجديدة سواء من ناحية الشكل أو الألوان نقدر نشوف كيف خلفية الجهاز صارت بلون مطفي مميز وسامسونج تسميه فانتوم وحتى الكاميرات صارت ببروز واضح يبدأ من الجانب ويلتف للخلف ومنطقة الكاميرات أيضا لها سطح بلون مميز ويختلف حسب لون الجهاز الرئيسي وهذا ينطبق أيضا على إطار الهاتف اللي يملك نفس اللون الهواتف راح تجينه بثلاثة حجام وتصنيفات مختلفة النسخة الأساسية بتكون بشاشة 6.2 إنش النسخة البلس بتكون بشاشة 6.7 إنش ونسخة الألترا بتكون بشاشة 6.8 إنش كل الشاشات مثل العام الماضي بيدعمون سرعة تحديث 120 هرتز وكلهم يستخدمون تقنية العرض ديناميك أوموليد 2X بيكون فيه اختلاف بالدقة بحيث نسخة الألترا تقدم دقة 3200 في 1400 أما البلس والعادي بيجون بدقة 2400 في 1080 ويمكن حرفيا أقوى إضافة لشاشة هالسنة كان من نصيب نسخة الألترا اللي بيكون فيها الدعم لقلم الاس بين القلم لازم تشتريه بشكل منفصل أو يكون عندك من أجهزتك السابقة وما له مكان داخل الجوال وإنما تقدر تحتفظ فيه عن طريق كفر جديد بتوفره سامسونج قبل ما نودع فقرة الشاشة بنذكر موضوع البصمة على الشاشة نفس فكرة السنة الماضية لكن المساحة اللي تقبل البصمة صارت أكبر بنسبة 1.7 خلونا الحين نتكلم عن العتاد الكل عينة على المعالج أكيد لأن سامسونج هالمرة بتستخدم معالج الأكسناوس 2100 وأيضا السناب دراجون 888 طبعا ما يحتاج أقولها لأن سوقنا بيحصل على نسخة الأكسناوس لكن هذا شيء مو بسيء خصوصا عن حسب الأرقام فهو يتفوق على السناب دراجون بقوة المعالجة أكيد بننتظر أكثر عشان نشوف الاختبارات الحقيقية إذا تتوافق مع اللي على الورق هالسنة كل الفئات رح تدعم اتصال 5G ننتقل الآن للذاكرة الألترا بيجينا باختيارات الذاكرة العشوائية وهي 16 جيجا بايت والثنعش بينما التخزين بيكون ثلاث خيارات 512 جيجا بايت 256 و 128 أما العادي والبلس فنفس المواصفات من ناحية الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت والتخزين بيكون 256 جيجا بايت و 128 طبعا سامسونج ركزت كثير على موضوع الكاميرا مثل ما هو حاصل بشكل عام في الصناعة مؤخرا الـ S21 العادي والبلس بيملكون تماما نفس مواصفات الكاميرا ثلاث عدسات واسعة واسع جدا وتلي فوتو قدرة السبيس زوم 30 مرة وعدسة أمامية 10 ميجا بيكسل أما نسخة الألترا فهي الأكثر تميز في التصوير نتكلم عن أربع عدسات مختلفة منهم الواسعة والواسعة جدا وأيضا لأول مرة عدستين تلي فوتو كل وحدة فيهم لها قدرات تقريب بصري مختلفة بحيث وحدة تقرب بصريا ثلاث مرات والثانية تقدر عشر مرات أما السبيس زوم في الألترا بيكون لمئة مرة وعلى طاري سبيس زوم هالمرة الهاتف بيساعدك تركز الصورة على هدف معين لو جيت تسوي زوم أقوى من عشرين مرة أيضا فيه خاصية جديدة اسمها الـ Director View باختصار تقدر تصور بالكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت عشان حركاته سوشيال ميديا وكذا بس هالمرة سامسونج بتخليك تغير من بين عدسات الكاميرا الخلفية أثناء التصوير كأنك مخرج حقيقي نختم إذن بالبطارية الألترا بـ 5000 ميلي أمبير البلس بـ 4800 ميلي أمبير والعادي بـ 4000 ميلي أمبير يعني باختصار البلس هو الوحيد اللي يزاد مقارنة بالسنة الماضية وكلهم يشحنون سلكي 25 واط ولا سلكي 15 واط وكلهم يدعمون الشحن اللاسلكي العكسي أسعار الهواتف مثل ما هو متوقع بتبدأ بـ 3549 ريال وتصل إلى 5199 ريال كل الفيات والأسعار الرسمية للسوق السعودي أمامكم الآن وهذه كانت تغطيطنا لنحدث الكشف عن هواتف الجالكسي S21 الجديدة انتظرونا إن شاء الله في مراجعة كاملة للهاتف قريبا على إلكتروني في أمان الله